السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعض الأخوات تقول أنا ابني لا يتكلم بسبب الجنية التي تسكن جسدا إذا عندك ابن عنده عشر سنوات اثنى عشر سنة ولم يتكلم إلى الآن فحرسي أيتها الأخت المباركة على أن تضع يدك على رأسي ولدك دائما تقرأ عليه الفاتحة آية الكرسي المعاويدة تنفثين على وجهه أعيدك بكلمة الله التامة من شريم خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أنفث عليه بكلمة الله التامة وحافظ على وضوءك وقرأ القرآن أنت شخصيا كل يوم اقرأ القرآن كي تؤثر على ولدك فإذا كان إمنك قوي ستعدبين وتحرقين التابعة في جسد ولدك أما إذا أنت لا تقرأين أو لا تصلين أو تقطعين الصلاة ثم تريد أن ترقي ولدك ليس هناك نتيجة اقرأ على نفسك أولا وقم برقية نفسك واجتهد ثم ارقي ولدك بهذه الأدعية بإذن الله تبارك وتعالى ولبس أن لا تسقه إلا ماء القرآن أترك له ماء القرآن في قنينة وقرأ عليه الفاتحة الكرسي المعاودة ما جئتم به السحر إن الله سيطله وأترك لوالدك بإذن الله تبارك وتعالى أن يشرب من هذا الماء فقط لا يشرب غيره من الماء فهذا سترين النتيجة يوما بعدين ولكن استمره فلابس بعض الأحيان ولدك عشر سنوات أتركه يتمدد دع له رقية مسموعة في أدني رقية صورة الجن مكررة سبع مرات وانظر وراقب ولدك كيف يتحرك مرة بعد الأحيان صورة المكررة سبع مرات يعني مدة ساعة دع له رقية وتركه يستلقي وراقبه كيف سيتفعل في جسده وكذلك رقية الأطفال هكذا وإن شاء الله يوم من بعد يوم شهر الأول شهر ثاني ثاني سوف ترى ابنك يتحرر من هذه الجنية الخبيثة ولكن اصبري كي ترى نتيجة ارقيه أنت أو أباه وضعي له الرقية بإنه في أذنيه وانفثي عليه في وجهه وسترى نتيجة أقول قولي هذا والله أعلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته